موسيقى أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جساد الأقلام حيث نستعرض أبرز ما جاء في الصحف المحلية والدولية في هذه الحلقة نسلط الضوء على القضايا السياسية والاقتصادية التي تواجه العراق والعالم موسيقى البداية من صحيفة المدى تتحدث الصحيفة عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي قد تواجه العراق قريبا مشيرة إلى أن احتمالية تكرار سيناريو الأزمة المالية لعام 2020 واردة الباحث الشاني الاقتصادي نبيل المرسومي أوضح أن العراق يعتمد بشكل كبير على إرادات النفط مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية ومع انخفاض حصة العراق الانتاجية من النفط إلى 3.85 مليون برميل يوميا وتزايد الإنفاق العام بنسبة 41% عن العام الماضي يبدو أن هناك مصاعب اقتصادية تلوح في الأفق وأشار المرسومي إلى أن الرواتب التي تستهلك 90 تريليون دينار شهريا تدار بشكل أساسي لأسباب سياسية وليست اقتصادية كما أن هذا الانفاق الهائل قد يؤدي إلى عجز مالي متزايد دون تخطيط واضح العراق مقبل على مصاعب مالية كبيرة في ظل انخفاض أسعار النفط فيما أشار إلى أن التداعيات ستكون سلبية على اقتصاد البلاد لا سيما مع تخفيض حصة العراق الانتاجية من أوبك فحصة العراق الانتاجية من النفط انخفضت من 4 ملايين إلى 3 ملايين و 850 ألف برميل والصادرات ستنخفض كذلك وهناك غياب للترشيد المالي من قبل وزارة المالية والانفاق العام كبير جدا مبينا أن معدل نمو الانفاق العام خلال النصف الأول من السنة الحالية أكبر بـ 41% من الانفاق العام في الفترة ذاتها من العام السابق ومضى الباحث بشأن الاقتصادي بالقول إن فقرة تعويض الرواتب التي تصل إلى 90 ترليون دينار شهريا مرتبط بأسباب سياسية وليست اقتصادية مشيرا إلى أن هناك عجزا فعليا بدون تخطيط ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية ومع ذلك رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم انفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية لتحديث البنية التحتية على مستوى البلاد وتتطلب أموالا ضخمة من ناحية أخرى تناولت صحيفة طريق الشعب قضية العجز الحكومي عن ضبط الانفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية مع استمرار انخفاض أسعار النفط تتفاقم الأزمة المالية التي تواجه البلاد ويبدو أن الانفاق التشغيلية الهائلة الذي يشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين يجعل من الصعب جدا ضبط الموازنة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة وأضافت الصحيفة أن الحكومة قد تلجأ إلى إيقاف الانفاق الاستثماري وهو ما سيؤثر سلبا على فرص العمل وتطوير الاقتصاد المحلي تتعرض الموازنة العامة للدولة لضغوط متزايدة نتيجة زيادة الانفاق غير المبرر وتراجع أسعار النفط وهو المصدر الرئيس للإيرادات ما يهدد الاستقرار المالي للبلاد وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن العراق سيواجه أزمة في موازنة عام 2025 نتيجة لتراجع أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيس لموازنة البلاد إن ملامح الأزمة الاقتصادية في العراق مستمرة والسبب الأساسي هو التوسع في الأنفاق التشغيلية الذي استحوذ في موازنة عام 2023 على أكثر من 196 تريليون دينار ما يعادل تقريبا 163 مليار دولار من الصعب جدا ضبط الانفاق لأن هناك نفقات حاكمة تصل إلى 145 تريليون دينار وتمثل رواتب وأجور الموظفين المتعاقدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومن الصعب جدا التلاعب بها خصوصا وأن العام القادم هو عام انتخابات برلمانية جديدة وعليه فإن الحكومة إذا ما واجهت أي أزمة ستتجه إلى إيقاف الانفاق الاستثماري الذي يفترض أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد العراقي وبالتالي ستتوفق استحداث فرص العمل وإمكانية تطوير الانتاج وتعويض الاستيراد الذي يشكل عبءا على الموازنة العامة ومن ناحية الأخرى تناول الصحيفة صوت العراق موضوع معاناة دور النشر العراقية في معرض بغداد الدولي للكتاب رغم أهمية القراءة إلا أن دور النشر العراقية تواجه صعوبات كبيرة مثل ارتفاع تكلفة المشاركة في المعرض وقلة الدعم الحكومي حيث تفضل الجماهير اقتناء الكتب من دور نشر عربي على حساب الدور المحلية أحد أصحاب دور النشر أشار إلى أن الجمهور العراقية يميل لشراء الكتب لأغراض التباهي أو الديكور دون اهتمام فعلي بالمحتوى وأكد أن هناك حاجة للتعاون بين دور النشر والحكومة والجمهور للنهوض بالواقع الثقافي العراقية التقيت مع أحد أصحاب دور النشر العراقية المشاركة في معرض بغداد في دورته الحالية وسألته عن العائد المادي والفائدة من مشاركة داره في هذا المعرض فكانت الإجابة صادمة جدا تلخصت في عدة نقاط أغلب الحضور يأتي للفرجة والتقاط الصور ولا علاقة له بالكتاب ويتم شراء نفس الكتاب لاسية مدينية منها من الدور العربية دون العراقية بالرغم من وجود دور رصينة وذات طبعات جيدة جداً طبعات العربية من حيث الشكل والمضمون لماذا؟ إجار أرضية المعرض كبيرة جداً مقارنة بالمردود المادي من بيع الكتب وإلى مقال الحرب الغربية على الشعب الفلسطيني والتنكر لحق المقاومة للكاتب حسن أبو هنية في عربي 21 يتناول فيه ازدواجية المعايير التي تتبناها الدول الغربية في التعامل مع الصراعات خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي يشير الكاتب إلى أن الغرب الذي يدعم المقاومة الأوكرانية ضد روسيا ويعتبرها مشروعة يجرم في الوقت ذاته المقاومة الفلسطينية ويصفها بالإرهاب متجاهلاً السياق الاستعماري والاحتلال الإسرائيلي تبدأ المقالة بالإشارة إلى القيم المشتركة التي تجمع بين الدول الغربية وإسرائيل والتي تقوم على الاستعمار والعنصرية وهو ما يفسر دعم الغرب المستمر لإسرائيل في عملياتها ضد الشعب الفلسطيني الكاتب يوضح كيف أن الدول الغربية لا تقتصر فقط على الدعم العسكري والمالي لإسرائيل بل تشارك كذلك في تزييف الحقائق عبر منح إسرائيل حق الدفاع عن النفس وتجريم المقاومة الفلسطينية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها المستعمرة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تتم بمشاركة غربية إمبريالية بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وقد كشفت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي عن عمق العلاقات والقيم المشتركة بين الإمبريالية الغربية والاستعمارية الإسرائيلية فقد أنشأت إسرائيل كقاعدة إمبريالية غربية لضمان سيطرة الدول الغربية على العالم العربي فالصلة بين الدولة الغربية والمستعمرة الإسرائيلية تتأسس على قيم ذاتية مشتركة وكينونة مسكونة بالغزو والإبادة والكراهية والاستعمار الاستيطاني والعنصرية والتفوقية البيضاء والإبادة الجماعية فمنذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى شاركت الدول الغربية في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها المستعمرة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ولم تقتصر المشاركة الغربية على الإمدادات العسكرية والمساعدات المالية والتغطية السياسية والقانونية والإعلامية بل عمدت إلى تزيف الحقائق وتحريف الوقائع من خلال إصباغ الشرعية على الاستعمار الاستيطاني الصهوني ومنحه حق الدفاع عن النفس ونزع الشرعية عن مقاومة الشعب الفلسطيني وتجريمه وإدانته ووصفه بالإرهاب في تنكر صريح لكافة القيم والمبادئ الإنسانية الأخلاقية والسياسية التي يدعي الغرب تأسيسها وتبنيها تقرير نيوز رعي يتناول خطة الرئيس الأوكراني زينيسكي السرية التي تهدف إلى ضرب العمق الروسي باستخدام صواريخ بعيدة المدى بحسب التقرير يعتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووسائل الإعلام البريطانية أن الغربة قد أزال القيود المفروضة على القوات الأوكرانية لاستخدام الأسلحة لضرب عمق الأراضي الروسية وأكد لافروف أن دول الحلف حلف الناتو تدعم الجيش الأوكرانية بشكل مباشر بما في ذلك تقديم أسلحة بعيدة المدى وبيانات استخباراتية لضرب الأهداف الروسية التقرير أشار إلى أن أوكرانيا قد حصلت على إذن لاستخدام صواريخ مثل ستورم شادو البريطانية وصواريخ أخرى أمريكية لضرب مناطق داخل روسيا وتشمل الأهداف المحتملة المدن المدنية والبنية التحتية الحيوية مثل مصاف النفط ومقار القوات الروسية أوضح الموقع أن صحيفة الجارديان البريطانية أفادت في وقت سابق استنادا إلى مصادرها بأن لندن قد سمحت لكييف بشن هجمات باستخدام صواريخ ستورم شادو على عمق الأراضي الروسية وبيّن الموقع أن مصادر الصحيفة أشارت إلى أن كييف حصلت أيضا على أذن لشن هجمات على المناطق الروسية باستخدام صواريخ التاكمز الأمريكية وأكد الموقع أن النقاشات في الغرب حول إمدادات إيران لروسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى من نوع فاتح 360 كانت السبب وراء هذا القرار وبيّن الموقع أن المحلل السياسي الأمريكي مالك دودا جوف قال في حديثه مع نيوز ري إنه في حال حصلت القوات المسلحة الأوكرانية على إذن باستخدام صواريخ أتاكمز لضرب العمق الروسي فإن معظم الأهداف العسكرية ستظل غير متاحة لهم وبالتالي فقد تستخدم كييف هذه الصواريخ لضرب المدن المدنية وكذلك البنية التحتية الروسية للطاقة بما في ذلك مصاف النفط وأوضح الموقع أن السيناتور ديمتري روغوزين ممثل منطقة زابوريجيا صرح لموقع يزري بأنه في حال تعرضت المناطق الروسية لهجمات بصواريخ أتاكمز وستورم شادو فإن الحرب ستأخذ منحا جديدا والآن نبقى وإياكم مع فقرة الكريكاتور موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأقلام شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله